فضل يا سهام السلام عليكم وعليكم السلام وحط الله وبركاته وعلي صوتك شوي تمام هسه بس في عندي إشكالية بسيطة أنا دخلت بنقاش قبل هيك فيها وصراحة ما رحك أرد أبدأ أسمع الرد منك أشوف إذا اللي أنا برد فيه صح ولا لا تمام فضل على موضوع اللي هو الموضوع نعم غسل الأدل هسه أنا فاهم الآية تمام فاهم الآية كثير منيح وعارب كيف إني أناقش فيها على موضوع الكسرة والفتحة وغائدة آخرين من هذا الكلام بس المشكلة إن رب دخلت هذا النقاش طلع اللي إنه صار ينحكى إنه أنتو عندكم قراءات في ست قراءات تقريبا بتأخذ بكسر الكلمة وأرجو لكم يعني بأخذوها أرجو لكم مش أرجو لكم فأنا بحكي أنا بحكي إنه لما صرت يعني إنه حكي لهذا الحكيم أنا حكيت إنه طيب ماشي من أخذها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه المسح على الأرجل بيكون بس في حالة الخفين أو غيره وأما الباقي بيكون بالغسل بس صار اللي هون صار في عندي إشكال تاني إنه إن حكا لي إنه كيف القرآن يدخو أي يعني يذكر الرخصة وما يذكر الأصل يعني لا يذكر الرخصة في المسح وما يذكر الأصل في الوضوء فاكة فاحل jumped أولاً القرآن الكريم لم يذكر رخصة ولكن ذكر الأصل وليس الرخصة هو حسب القراءات يعني هم بيحكوا أنه إنك قراءاتكم القراءات دي حاجة تانية أنا حجوبك حاجة حاجة عايز نبدأ بالقراءات نبدأ بالقراءات عايز نبدأ بالرخصة نبدأ بالرخصة هي مشكلتهم بس بالقراءات طيب ماشي ما فيش مشكلة أنا ححللك دي إن شاء الله وححللك دي بس تسمعني طبعاً أولاً عند الشيعة ما في حاجة اسمها قراءات هم كده علماء الشيعة قالوا ما عندنا اسمها حاجة اسمها قراءات طب هم بيأخذوا بقراءة من؟ حفصة عن عاصم صح كده؟ وقراءة حفصة عن عاصم يعني معناها أنت تخسر رجلك تمام ولا مش تمام؟ تمام خلاص يعني المفروض هم طالما بيأخذوا بقراءة حفصة عن عاصم ودخلك في مسألة القراءات تقول له حكي لحضرتك أنت بتاخد بأي قراءة؟ هيقول لك والله بيأخذ بقراءة حفصة عن عاصم يعني معناها يخسر رجليه طالما أقر أنها بالفتح يعني غسل الأرجل والكسر يعني معناها مسحر أرجل يبقى هو وجب عليه ابتداءا وجب عليه ابتداءا أنه يخسر رجليه تلزميه بكده ده ابتداءا خلاص؟ تمام طيب نأتي لمسألة القراءات ماشي؟ قال لك والله طيب قراءة اللي هي بالكسر هل معناها أن احنا نخسر نمسح رجلينا طالما بيكسر يبقى نمسح رجلينا قل له ابتداءا أكثر أهل العلم والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أن القراءة جاءت مأسورة ولكن جاء لنا كابر عن كابر سواء أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبعا من النبي صلى الله عليه وسلم الغسل فما جاز لنا أن نترك ما رأيناه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بالقراءة فيها الكسر هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة عندهم أكثر من 30 رواية شيعية تقول بغسل الأرجل عندهم أكثر من 30 رواية شيعية تقول بغسل الأرجل طب من أين أتوا بغسل الأرجل هل هي تقية ليست محمولة على تقية لأن الروايات لا يتوحي أن الإمام كذبا تقية وصلت طيب أنت بتقولي بقى في مسألة الرخصة مسألة الرخصة هنا مين قال أساسا أن الرخصة هنا أن هنا الآية فيها رخصة الآية ما فيها رخصة آها صحيح الآية نفسها ما بتتكلم عن رخصة عشان أنا بقى أخرج من الموضوع ذا أنا بقى أعمل إيه زي بالضبط زواج المتعة بقول لهم يا جماعة الخير إحنا منعنا نسائنا حسب قول علي بن أبي طالب وحسب قول عمر وأبي بكر وجمع من الصحابة منعنا نكاح المتعة لأنه محرم فنحن أهل السنة الجماعة منعناه أنتوا عايزين بقى أتمتعون النساء كنت فضلوا فكذلك الوضوء فأنا بقى أريح نفسي أقول يا عم أنت انتهت لي إيه يقول لك والله أنا انتهت إن إحنا نمسح رجلينا أقول له خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله أنا بيت شيعي كده الحمد لله آه فلما قرأت كتب الشيعة لقيت أن المعصومين عنده يغسلون الأرجل يغسلون الأرجل أعمل إيه نتباهم صح كده طيب أنا اتبعتهم ورجعت السنة تاني آه صح فقال مسألة بسيطة ولكن دايما تلزميه كده حضرتك يقول له هل أنتم عندكم قراءات هتقول له سلمنا لك إن الفتح يعني معناها الغسل والكسر يعني معناها المسيح سلمنا لك إنت عندك قراءات هيقول لك لا قول له القراءة اللي أنت بتقرأ فيها حفص عن عاصم نعم يبقى تخسل لما يبقى عندك قراءات بقى عندنا زي عندنا يبقى تعالى نكلمك فيها ممتاز أوكا وصفة الفكرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر